في الحالة دي احنا بنعتبره برايمري بريفنشن لما نعمل بريفنشن نو ولا سكندي بريفنشن وفي الحالة دي اقول ان كل العينين بتاع السكر لازم ياخدوا ستتن وطيفر الالي ديل بتاعه عد ايه وقزى برايمري بريفنشن ولا سكندي بريفنشن برايمري أو سكندي؟ قليلتي على مستوى الكليني تلاد مع العيان لاحقا لذلك أسر سكروروتي كارديو وأيضا كارديو فاكورة ديزيز أنا أعتمد له برايمري بريفنشن الكلام قال لك لا بمكن أن يكون عنده صنوات كليني كالأثر سكروروزش وما هو الظهر كليني الآن فالناس غير ذلك لا ده الكلين من قبل ما يحصل الأثر سكروروززس من الأول يعني حتى من قبل ما يبقى سيمتوماتك أثر سكروروزشن دهوا البرائيج مريفنشن إنما على الكلينيكال أنا ببقدرش أقول كل العيان إلا إذا حصلوا فعلاً أكشوالي أثر سكولوروتي كارديو فاسكولوري ديزيز النقطة الثانية طيب هل كل تعمل سكرينج لسكروز في كل عينا سيجي لك طبعاً أنا أبليك بل أن كل الناس ستعمل لها بس الجايد لاينز كلها تتكلم على الريسك فاكتورز أنك تعمل سكرينج ل الريسك فاكتورز ولي زي ما قلنا مثلا ما قالوا في الالدل لأي واحد أو في الدهون بصفة عامة أو الليبو جرام إن أي حيان أي واحد طبيعي حتى وصل للأربعين سنة لازم تعملوا ريسك سكرينج ومن ضمن الريسك سكر ده اللي محطوط فيه الالدل والهاي بارتينشان والسيستور بلات بريشار سموكر نانو سموكر الإش بتاعه قد إيه طبعاً أنت عرف في الاستاذي اللي كنا عملينها على الطلبة بتوع جامعة دلت اللي هم كانوا تسعتاشر سنة تمام ريسك سكر من خمسة لعشرة بعد الضغط وليسا ما عندهم مش حاجة خالص دهارين من المدريد هاي ريسك نعم هو على فكرة هي الإجيبشين محطوطين الإجيبشين محطوطة أو مصر محطوطة في الهاي ريسك كنترز يعني حتى جماعة الوبين لما عملوا الشارتس بتاعتهم وعملوا الموبايل أبليكيشن أنت بتختار أنت منين أنت أنهي دولة مصر من أو إيجبت من الهاي ريسك كنترز ولها شرط من الهاي ريسك كنترز عشان الهاي ريسك كنترز عشان المحطوطة عمال الدكتور مجاهد التو أجد أنت عارف نحرق في البيضي بري 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 دي بيتس في الهايبر انسولونيك فيز بيعصلي بيديميا وبحصل مع الايبر إنسوليني ده بدايت الأسس كلوريوس قبل ما العين يجلوا السكر خالص فالعنما يجلنا في طيب دي بيتس غالبا لعم متابوليك صندروم قد يحصل لديه أسل سكروزي. فهنا كما أقول حرك نعود إلى السؤال الثاني لأننا الدكتور أحمد نعتبرها برايمر بريفنشان أو ساكن دي بريفنشان. كميس هذا السؤال الحقيقي. يعني أنا يعني كثير سيد محضر معنا. لكن كنا كنا في شهر 12 عشرين اثنين وعشرين. هذا الدبيت حصل خناء بين أكبر اثنين بتوع سكر على مستوى العالم. استفانو دولبراطو جايرمو اللي اثنين اتخانقوا مع بعض بسبب القصة بتاع هل اعتبر العيان بتاع البريضا يبيتس ده. أما أسيب العيان ده ولا هو برايمري ولا ساكن دري بريفنشان اختلفوا اختلاف كبير جدا وانا هقول برضو الرأي اللي رجح في النهاية ان هم قالوا ان العيان لما بيبقى بريضا يبيتس اتليست في مرة عشر سنين قبل ما نعرف حتى ان هو بريضا يبيتس وان الكونتنام بادئ من بدري قوي. وبالتالي العيان ده ما هواش جايلك سيف حتى اللي احنا كنا بنقوله زمان اتغير ان العيانين في البريضا يبيتك سنينت ماكرو فاسكولار كومبليكيشن بس لا لا قصة دي اتغيرت وعندنا مايكرو فاسكولار كومبليكيشن كمان. ممكن نلاقي نفروباسي وبروتونوريا ايرلي قبل مايبقى ضيابيتك وعند نيوروباسي واي عيان جالك نيوروباسي ومنتش لاقي فيه اي سبب نيورولوجيكال روح دور على البريضا يبيتس حتى لو ما هواش ضيابيتك في الليفل روح دور على البريضا يبيتس هتبقى القصة دي. ولذلك كان جايرمه رأيه ان ده سكندري بريفينشن وليس برايمر بنش على عكس استفاندل براتو كان قال لك طالما الفيسيل زي مورمال وما فيش فيها اي انجيو جرافيك اي مشاكل الكالسام سكورنج اصبحنا بنا نعتمد عليه يبقى العيان ده برايمر بريفينشن. طب السؤال بقى بيه اللي هيتسأل البنل كلها وكل واحد يقول لي يسهرنوه شد افر ديبيتك بيشنت ستانايز هو هو ده انا كنت جايب طبعا بس عديت لسلايدز حتى هذا الموضوع اصبح دي بيتابول نواديز يعني احنا كنا عندنا كده قاعدة يمكن فاكر يا بتور سيد لما كنا في البنة عرب زمان كانوا يقولوا ايه الاستاتي ان احنا عاوزين نحطه في التنكات بتاع الوطر عشان تروح لكل للناس حتى اللي يعني يشربوا ستاتين ده كان القصة اللي بتتقال يعني الامريكان بالذات كانوا يعني متعصبين جدا لقصة الاستاتين ففي ناس مالت في بيبرز كتيرا جدا ان العيانين الضيابتك لازم ياخد استاتين بغض النظر عن الاسر سكلوروتيك كاردو باسكر ريسك قد ايه هو طالما ضيابتك يبقى ياخد استاتين وحطوا جملة بتاع استاتين فور اول هذا الموضوع في عشرين اتنين وعشرين 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 تاتة وعشرين اصبح ديبيتابول طب ليه بقى ديبيتابول وليه الناس بدأت تتكلم لقوا فعلا ان في بعض مشاكل بتحصل من الاستاتين ويمكن اكتر مشكلة بتحصل من الاستاتين هي الماصل بين يعني الماصل بين في ناس انتولرانت للاستاتين انا من عيلة عندها فاميليا الهايبر كلستروليميا يعني انا من أسرة اخواتي والله يرحمهم كلهم ووالدي ووالدي كلنا كان عندنا فاميليا الهايبر كلستروليميا لكن انتولرانت للاستاتين حتى لو دوز لو خدنا دوز بيحصل ماصل بين بشكل انتولرابل يعني فعلا بيخليني منش قادر امشي طيب برضو رأي حضرتك فرأي انا 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 رأيي برضو الانديفيد والايزيش و و و و و ليس ويمكن انا هدي لك النهاردة المحاضرة بتاعي يهوزة اللي قالها عندنا لأ الاستاتين يجب انه يبقى انديفيد والايز زي اي الادوية وما عادش يتوصف لكل الديبيتك بيشن بغض النظر عن الكاردو دوز بحراء حضرتك برضو في دقيقة بس احنا معتش عندنا لتلات دقيقة بس عشان الناس ما تباش كون فيوزت كل اللي كنا بنتكلم في مش بنتكلم في الفاليو بستاتين احنا بنتكلم في ترتيب الاولويات وحتى السيرومايد لما قاله الدكتور الساس دكتور ميجاهد اعتبروا انه ده اب جريد لي اللي دي الماركر ولسه لغاية دلوات ما تواجدش عندنا وما بنقسوش دينمريت وحد نمريت اثنين ان الكلمة اللي قالها الدكتور شادي الحقيقة كانت كلمة مفيدة جدا هو ان الستاتين هي موجودة لانها البليوتروبك معنات ان فيه اشياء اخرى استيل اندسكوفرد اند انكوفرد في الحاجة اللي موجودة في ظل استعمال الستاتين موجود نمريت ثلاثة الكلمة الاخيرة اللي قالها الدكتور ميجاهد الانديفيد والايزيشن بمعنى انك ممكن تلاقي البيشن ومستحق للاستاتين ولكن انتولرنت خلاص ده ده امر منتهي انما ازلنك از بيش انت كانت وريد اندزيز زا قولي افيلابل ناو سبيسيفي تريد منت لان فيه تريد منت تاني هتدخل مع الهوليستيكا بروتش بتاعك في الكسرسيز في البوديويت مانيج منت في الاثرسك فاكتورز اللي موجودة وبالتالي الهوليستيكا بروتش مطلوب الانديفيد والايزيشن مطلوب ستل ما عندناش ماركر نيزبي دلوقتي السوالة الا الا اللي دي ال السرمايد وطالع لما يبقى موجود هنبقى نتعامل معه ولو تواجد وما تواجدتلوش سبيسيفيك سيرابي يبقى كان حكاة ان احنا نختلف على البرايس او الساكن دري بريبينشان دي ما هياش ما هياش خلاف ابدا المهم انك تعمل الصح وطفر الصح ده كان امتى انما الطايمينج لازم يبقى انترفين ايرلي and effectively as possible يعني ما جاوبتش برضو السؤال شود افري ديبيتك بيشانت ستتنايزد سور احمد وفد الالي دي اللي ما زال هو الماركر وما زلنا هنعتمد عليه وما زلنا هننزل لخمسة وخمسين واقل من خمسة وخمسين لان هو دي الجايد لاينز اللي ماشي الغد دلوقتي بس دي كلمة اعوز اقولها بس عشان طيب نكون كلود بقى الكلام النهاردة ان احنا الفكرة كلها بنترح قضية ديبيتك بول سانية بكتور شهادة فضل عشر سوين فضل ما فيش حاجة اسمها برايمير بريبينشان وسكن دري بريبينشان ما فيش حاجة اسمها ديبيتس تتنايزد ولا لأ في حاجة اسمها ريسك استراتي فيكيشن بس بناء عليها بنقول ان ديبيتس هاي ريسك توفيرا هاي ريسك استراتي فيكيشن لو مدرط هاي فري هاي وهو ده المانجمنت ريسك استراتي فيكيشن ده الإجابة وانا لخصت لي انا بقى سؤال لحضراتكم السرماية ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة ولسه مش موجود طيب هو الفكرة كلها ان احنا زي منحطوا سبوت لايت على الحتة دي عدين ننزل كتير بدأت تطلع لتريبين انت رأيك دكتور سيد انت تنتقلت فيها خلصنا الجلسة خلص الجلسة الفكرة كلها طرحناها انا مش مشطرف في الكلام دكتور رحمد مشطرف في الكلام انا بقى عرض جيدلاينز من طرفنا هو بقى عرض جيدلاينز من طرفه كلنا في الأخر مصلحتنا العيان حتى هذه اللحظة تكون كلود كلنا ملتزمين بالجيدلاينز لغاية ما يثبت العكس شكرا لحضراتكم متشكرين على الجلسة الجميلة